بينما كان أعضاء الكنيسة الإسرائيلي يوافقون على اتفاق التطبيع مع الإمارات كان وفد صحفي من الإمارات والبحرين يزور المسجد الأقصى ولكن تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي الزيارة التي لم يرحب بها الفلسطينيون أدت إلى اعتقال ثلاثة فلسطينيين داخل المسجد وإبعاد اثنين آخرين في إجراء قالت إسرائيل إنه جاء لحماية الوفد المكون من عشرة أشخاص بعد تسجيل حراس المسجد اعتراضهم على دخوله وليس ببعيد عما كان يحدث في القدس المحتلة أعلن رجل أعمال سوداني استعدادات لتنظيم رحلة لوفد من رموز رجال الأعمال السودانيين لإسرائيل في نوفمبر المقبل لكن خطوات التطبيع المتسارعة هذه لم تأتي بخير على الفلسطينيين فهي تتزامن مع بدء إسرائيل عملية مصادرة ضخمة لأراضي فلسطينية بالأغوار طالت أحد عشر ألف دونم وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن ثلاث قرارات عسكرية صدرت لإعلان نحو 11 مليون متر مربع من أراضي منطقة الأغوار وأريحة محميات طبيعية وأشار المدير العام للتوثيق في الهيئة إلى أن القرارات الجديدة تمثل أكبر عملية مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من عشرين عاماً ورغم أن الإعلان الإسرائيلية ينص على تحويل الأراضي الفلسطينية إلى محميات طبيعية إلا أن هذه خطوة متوقعة قبل تحويلها تدريجياً كما يقول الفلسطينيون إلى مستوطنات أو معسكرات للجيش أو مناطق صناعية وخدمية فإسرائيل تعمد إلى خطوات تدريجية لتحويل الأراضي الزراعية الفلسطينية إلى مستوطنات عبر تحويلها إلى محميات ومن ثم إلى ممتلكات حكومية أو خاصة سياسة الاستيطان في غور الأردن تأتي ضمن خطوات الضم التي تسعى حكومة نيتنياهو إلى إجرائها إذ تعتبر المنطقة السلة الزراعية للأراضي الفلسطينية كما تصل بين الضفة الغربية والأردن ومن ثم فإن تثبيت الاستيطان فيها يقطع الاتصال الجغرافية بين الضفة والأردن ويأد حل الدولتين من الناحية العلمية ترجمة نانسي قنقر